الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وآله أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في صورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين في هذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى الغاية من خلق الجن والإنس فقال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو ترجمان القرآن وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون ولذلك لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وهي معناها لا معبودة حق إلا الله يعني الناس توحد الله بالعبادة وما تعبد غير الله سبحانه وتعالى بجميع العبادات بالصلاة وبالزكاة وبالحج وبالصدقة وبالأعمال الصالحة وكذلك بالدعاء لأن الدعاء هو من أفضل وأجل العبادات قال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فلا إله إلا الله معنا لا معبود حق إلا الله ودي الحكمة والغاية من خلق الجن والإنس إن الناس تعبد ربنا سبحانه وتعالى لأن ربنا خلقنا يا أخي خلق كل البشر بمختلف ألوانهم وبمختلف أجناسهم لو الناس دي عبدت الله الناس بيتنال الخير في الدنيا وفي الآخرة بعد الموت إن شاء الله سبحانه وتعالى فأبى كثير من الناس إلا الشرك بالله سبحانه وتعالى وعبادة غير الله عز وجل ناس كتار ربنا سبحانه وتعالى بدل ما يعبدوا أشركوا به لأن كده بتلقى الليلة كتار من الناس بدل ما ينادوا الله ينادوا الأولية من دون الله سبحانه وتعالى زي ما بتلقى الليلة في كثير من بلاد المسلمين ناس بدل ما ينادوا الله ينادوا ناس بيزعموا إنهم أولية مع الله سبحانه وتعالى زي الناس البنادوا أحمد التياني وزي الناس البناد أحمد البدوي في مصر وزي الناس البناد البرعي وزي الناس البناد المكاشفي وزي الناس البناد حسن وادحسونة وغيرهم والمكاشفي والكباشي بدل ما يناد الله سبحانه وتعالى كما أمر الله سبحانه وتعالى الذي خلق الجن والإنس فالناس دي مفترض تعبد الله بدل ما تشرك بأله وتدخل النار وما تطلع من النار أبدا زي ما الله سبحانه وتعالى قال قال الله سبحانه وتعالى إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ربنا قال لو زول مات معنى الكلام يعني لو زول مات على الشرك وانتقل إلى الدار الآخرة بعد الحياء ومات ما بدخل الجنة أبدا فلذلك يا جماعة الناس توحد ربنا سبحانه وتعالى حتى تنال الخير في الدنيا والآخرة والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم